هاي أصدقائي معكم أنخلة أهلا وسهلا فيكم على قناتي وصفتنا لهذا اليوم هي كيفية إعداد القهوة العثمانية أي القهوة بالحليف والتي عادة ما تقدم مع قدح من الماء واللقم والذي يسمى باللغة التركية أنتيفستك للقوم وهناك من يتساءل ما هو اللقم اللقم في بعض الدول العربية يطلقون عليه كلمة الحلقوم المقادير كما ترونها أمامكم على الشاشة فنجان من الماء لكل فنجان من القهوة ملعقة قهوة بالحليب مملوئة لكل فنجان قهوة السكر حسب الرغبة وإليكم طريقة الأعداد هذه هي دلة القهوة بالحليف فنجان من الماء فنجان من القهوة لكل فنجان القهوة هذه القهوة بالحليف نأخذ ملعقة مملؤة لكل فنجان نضع قطعتين من السكر للقهوة ذات الحلاء المتوسط نحركها نضع قطعتن من السكر نضعها في الجهاز نضغط ماء ساخن في كل فنجان قهوة قبل صب القهوة فيها لتحافظ على القهوة ساخنة أطول فترة ها هي القهوة قد انتهت الآن نسكب الماء الذي في الفناجين لنصب بدله القهوة هذا هو اللقم هذا هو اللقم أحبتي ها هو فنجان القهوة قد أصبح جاهزا للتقديم القهوة العثمانية ما يميزها عن القهوة التركية العتيادية أن حبوبها تأتي محمصة قليلا أي فاتحة اللون يضاف إليها مسحوق الحليب وبعض المنكهات مثل المستكة والبندق وأخيرا أصبح يضاف إليها الهيل أما تاريخ ظهورها في تركيا فتعود إلى أيام الدولة العثمانية في عصر الخليفة سليمان القانوني عام 1554 في اسطنبول وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أحبتي قد أصبحت جاهزة من القهوة التركية العثمانية أحبتي جميع المقادير سوف أدرجها لكم في صندوق الوصف وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة أصدقائكم فيديوهاتي ليصلكم مني كل جديد انتظروني في وصفة جديدة معكم أنخلة باي باستخدم الإلكتراك وذنع أصدقائي وذنع توضح وذنع تشكر